تاني وانا بقولك انه التحركات اصبحت اكثر حيوية يعني تعرف احنا زمان على الالف التسعينات يعني وحنا في الجامعة فكنا ناخد انه الدائرة الحيوية بتاعتنا هي دائرة الشرق الاوسط دي دائرة حيوية شديدة الهمية دائرة افريقيا وان كان كان تم تجاهلها يعني بل بالعكس عمليا كان يتم وقت الدائرة الافريقية ما تفهمش يعني كنا فهمين الاسباب يعني تأسباب كلها كانت تفهية مهم وتعاملنا مع دائرة اوروبا كان تعامل منبطح تعاملنا مع دائرة امريكا الشمالية تحديد الولايات المتحدة الامريكية تعامل منبطح وسيء جدا تعاملنا مع الدائرة الاسيوية تحديدا في الشرق الاقصى وما الى ذلك وحتى مجموعة النمور كان تعامل يعني من على الوش اعرف انت اللي بنظف من على الوش كان يوم فخشوة التراب وقالك انا خلصت البيت هو دي نفس القص عملية لما تيجي تبص انه احنا من 2014 لحد النهاردة انت استعدت الدائرة الافريقية بالكامل ده واحد وخليك تفتكر انه اول زيارة خارجية للرئيس كانت من القيارة الى الجزائر وبعدين اشتغلت على استعادة حيويتك في اطار الدائرة اللي انت مستعدها طول الوقت بس كنت تفتقر الى الحيوية اللازمة فاستعدت حيويتك الكاملة في قيادة المنطقة العربية مصر ام الدنيا يعني وهم يحبوا كده بالمناسبة يعني يحبونا ونحبوهم ونحب البعض الخير مهم واستعدت تعاملك مع الدائرة الامريكية مش بشكل الانبطاح اللي للأسف الشديد تعودنا عليه كان يجي لاربعين سنة ولا حاجة اطلاق انت تعاملت بمنتهى العزة وبمنتهى الكرامة رفضت ما حاولوا املائه مررت ما تراه انه في صالحك فقط لا غير وفي صالح المنطقة ولصالح الامة العربية والسلام عليكم واللي مش عاجبك قلت علي لا واللي استشعرت منه خطر على المنطقة وقفت في وشه كذا الحال مع الدائرة الاوروبية تحديدا غرب اوروبا واستعدت علاقة قوية كان لا يجب ان احنا نفقدها ابدا وهي علاقتك مع موسكو وشرق اوروبا بل انك انت بدأت تمد الجسور بتاعتك تاني لحد الصين بمنتهى القوة ثم الدول المحيطة في منطقة الشرق الاقصى وجنوب شرق اسيا بل انك انت استمرت في انك تخلق علاقات متوازنة ما بين الهند وباكستان يعلمه الجميع لكن علاقتك بالهند وباكستان ممتازة علاقتك بروسيا اوكرانيا ممتازة علاقتك بامريكا الصين ممتازة موسكو واشنطن ممتازة زي علاقتك بالاطراف المتسرعة على الاراضي المحتلة فلسطين علاقتك متوازنة جدا وطبعا عندك مركزية القضية بالنسبة لك كالقاهرة او مصر بتمتد هذه الحيوية الحقيقة من الرئاسة في اعلى القمة مرورا بالليرز او الطبقات اللي تحتها الحكومة باشكالها المختلفة بل وحتى منظمات المجتمع المدني في احوال اخرى النهاردة على سبيل المثال وفد مصري برئاسة وزير العدل سيادة المستشار عمر مروان شارك في اجتماع لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خلال الجلسة الاولى تحديدا لمناقشة تقرير مصر الدولي الدوري اسف الخامس وده كان في جينيف سويسرا واللي كانت مصر كانت تقدمت بيه في نوفمبر سنة عشرين تسعة عشر في البيان الافتتاحي النهاردة مع علي الوزير المستشار عمر مروان اكد ان الدولة المصرية بزلت جهود كبيرة جدا تمكنت من خلالها في تحقيق انجازات واسعة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الانسان وعلى اكتر من صعيد وان ده بيتفق مع قرار ما تم اقراره في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مستشار عمر مروان كمان اشار الى انه رغم تعدد الانجازات اللي اتحققت في مجال تعزيز حقوق الانسان الا انه التحديات مازالت كبيرة ولفت النظر الى انه عملية تعزيز وتطوير حقوق الانسان متركمة ومستمرة وان مصر وثقة من قدرتها على المضي قدما في طريق الاصلاح بخطة مستمر استعرض المستشار عمر مروان ابرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق واللي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبينة في هذا التقرير والجهود اللي بزلتها مصر خلال السنين اللي فاتت اللي تلت اعداد هذا التقرير زي ما كنا بنقول من 2019 اربع سنوات وحتى جلسة الاستعراض التي نشاهد منها جانب اليوم قدام حضراتكم على الشاشة ابرزها تحقيق المساواة ما بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية واللي تضمنها هذا العهد رعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير اللي حصل في منظومة السجون ما بين قصين احنا عندنا اسمها مراكز التأهيل وتحولها لمراكز للاصلاح والتأهيل والحق في التقاضي والمحاكمة العدلة وحماية المرأة من مختلف صور العنف ومكافحة الاتجار بالبشر مكافحة الفساد ورعاية اوضاع الاجانب وحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير وانا بأكد لك عليها تاني وحرية الرأي والتعبير وهقول لك ليه بعد شوية النهوض بالمجتمع المدني وده طبعا كان شيء مهم جدا ممكن هشايفين كم النشاط اللي فيه المجتمع المدني المصري استمع الوفد كمان المصري إلى أسئلة السادة الخبراء أعضاء اللجنة تم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري من المقرر أنه تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة التانية المقررة عقدها بكرة بإذن الله